مجتمع الدولي مجتمع الدولي مجتمع الحقوق أولا الحقوق السياسية والمدنية والمتجلية أساسا في إطلاق كافة معتقلين الرأي من صحفيين ومدوينين وغيرهم ومعتقلين السياسيين ومعتقلين الحراكات بما فيهم معتقل حراك الريف بطبيعة الحركة ندعي وكذلك الاحترام القانون احترام الدستور فيما يتعلق الجانب المتعلق بحرية الرأي والتعبير وبالحق في التظاهر السلمي وفي الاحتجاج السلمي وفي التنضيم كذلك لأنه لا يعقل أن تستمر هناك بعد التنضيمات كالجمع المغربي بدون توفر على وصل الإدعاء القانوني ثم بطبيعة الحال بما أن للمناسبة الشرط ذكرناه بالمطالب دينا في المجال الاقتصادي واجتماعي وأساسا هي تخفيض الأسعار هي محاربة الفقر محاربة الهشاشة هي ضمان الحق في الشغل الكريم الحق في السكن الحق في التعليم ثم الحق في الصحة للجميع وقفنا كذلك عند نقطة مهمة اليوم وهي العدالة للجميع وهي تنطلق من مبدأ المساواة أمام القانون ووضح حد لجرائم الإفلات من العقاب سواء في قضايا التعديب أو قضايا ديالتعنيف أو قضايا ديالمس بالكرمة الإنسانية وحتى القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والاجتماعية نتمنى أن تكون الدكرة 74 هي محطة لحمل الدولة على مراجعة سياستها وعلى التجاوب مع انتظارات المغاربة بشكل عام خاصة في المجالات ديالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية وشكرا اشتركوا في القناة